بنحب بحضراتكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا دكتور مهندس محمد عبدالعزيز رئيس قسم هندسة السيارات بجامعة عين شمس وهو ايضا مؤسس ومدير رالي السيارات الكهربائية للجامعات في مصر بش مهندس يا دكتور منور الدنيا كلها ومنور العالمين وصباح العالمين صباح العالمين وصباح الفل سبراهيم اخبار حضرتك ايه خير والله الحمد لله بس كنت بدادش محاك تحت الهواء الايفنت ده من الايفنت الجميلة الحلوة المفرحة اللي بتحسسنا ان لا اللي جاي مختلف تماما عن اللي فات يعني فكرة ان يبقى في ايفنت بالضخامة دي بالكبر ده في ظهر الشباب مصر والشباب الجامعات في مصر حاجة تفرح جدا فعايزين من الاول قبل ما اخش في التفاصيل نعرف بقى الايفنت عبارة عن ايه كم يوم كم جامعة مشاركة كم فرقة مشاركة طيب احنا ده السيزون الخامس لرالي السيارات الكهربية ده يعني مدعوم من اكاديمية البحث العلمي لتابعة الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الايفنت عبارة عن يومين بس قبليهم احنا ليه مسميين ورالي يومين دول اللي هو النهاردة وبوكرا ان شاء الله صح كده احنا ليه مسميين ورالي لانه هو مراحل كتير قوي عشان نوصل اليومين دول من اول ما بنبدأ مع الطلبة من دي وان ان هما بيقدموا ان هما عايزين يشتركوا في المسابقة لغاية لما نوصل للنهاية اللي هي بالنسبة لنا هي دي الفاينال ايفنت بتاعنا اللي هو النهاردة والسباق بقى اللي هي العربيات بقى اللي هو اللي فيه فن شوية بيبقى بوكرا ان شاء الله ايه وما النهاردة ايه اللي بيحصل النهاردة بيعملوا تقديم عروض عن طريقة اللي صمموا بيها العربية تكلفة وطرق تصنيع السيارة البيزنس موديل او الدراسة الجدوى الاقتصادية يعني بيقى شوية 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 بنحط لهم شوية محددات كده بحس ان احنا نحاول نضربهم ان المهندس لازم لما يجي فكر مفكرش بس في المعادلة وهتطلع صحة ولا غلط لازم نبص على الجانب التسويقي والعقد الاقتصادي من الفكرة فعندنا النهاردة عروض من 43 فريق في 3 فئات مختلفة يعني عندنا 129 بريزنتيشن جاي لهم محكمين من شركات مختلفة جوى مصر ومن جامعات حكومية وخاصة واهلية وناس كتير قوي ميجمعها علشان تحسس الشباب ده بالقيمة المجهود اللي هما بيبزلوه عشان يطلعوا في الاخر بالعربية دي عندنا 3 فئات السنة دي ودي ممكن اول مرة نعملها في السيزن الخامس عندنا فئة اللي هي المعروفة شوية لها دايناميك افنت او اللي فيها عربية وبتسابق وتنزل تراك وتعمل اوتو كروس وتعمل دراك ريس وتعمل اندورنس او يعني تسبق التحمل يعني وعندنا فئة تانية اسمها الاوتونوموس او الصيارات زيتية القيادة وهنا فيها دي اول مرة نعملها السنة دي عندنا عربية جهزناها في هندسة انشامس ودينا فرصة فيه 14 فريق من جامعات مصر بيحطوا السوفتوير بتاعهم عشان العربية تعمل مشا من غير سواء ودي برضو حاجة يتعتبر جديدة وقليل في مسابقات العالم اللي فيها الفرصة لزي كده وفي الفئة التالتة هي مش اقل فئة ولا حاجة بس هي فئة تحضرية للجامعات اللي هي اول مرة تشارك بتخلوا بتصميم فقط فهيس ان احنا نبدأ نتحطهم على بداية الطريق انه هو ممكن لما ييجي وعف وسط زميله وشوف اللي عامل عربية والشغاز السيارات زيتية القيادة فيلاقي انه هو البرزنتيشن بتاعته والديزاين بتاعه ياخد معاه ملحوظات الجوجز او الحكام عشان يقدر في السيزن اللي جاي يدخل ان شاء الله بعربية